بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التطاب الصف الثاني أسعد الله وأوقاتكم بكل خير تقبل الله صيامكم وقيامكم وأسأل الله يجعلنا وإياكم من المقبولين عندنا اليوم سورة جميلة اسمها سورة البينة سورة الدليل البرهان الحجة نعم اسمها سورة البينة الشيء البين الواضح نتعلم قراءة هذه الآيات الكريمة بشكل جميل بشكل صح بشكل ممنهج مع شرح بعض الكلمات التي من السهل فهمها وحفظها أتمنى منكم الانتباه إلى قراءة كل كلمة حتى تتعلموها بشكل ممتاز الفتحة والضمة والكسرة بارك الله بكم وأسأل الله أن يأخذ بأيديكم لحفظ كتابه وتلاوته حق تلاوته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن أنتبع إلى الكسر لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أعيد لم يكن أنتبع إلى النون المكسورة أعيد لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين من أهل الكتاب أنتبع إلى الكسرة من أهل الكتاب والمشركين أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى والمشركين الذين هم كانوا يعبدون الأصنام يعبدون غير الله سبحانه وتعالى والمشركين من فكين أنتبع إلى قراءة هذه الكلمة بشكل صح من فكين حتى تأتي هم تأتي عندي ي عليها فتحة تأتي هم تأتي هم البينة والمقصود بالبينة هنا أي بعثة النبي وظهور النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب يعني هؤلاء أهل الكتاب اليهود والنصارى والمشركين لا يترقون الكفر والبعد عن الله والجحود بالإيمان بالله حتى تأتيهم البينة الحجة البرهان الدليل الشئ الصاطع الواضح وهي بعثة النبي لأنهم كانوا يقرؤون عن رسول الله كانوا يقرؤون سيرته وكانوا يحفظون في كتبهم في التوراة والإنجيل سيرة النبي وأن هناك نبي سيخرج ويدعو إلى توحيد الله وإلى عبادة الله وأنهم كانوا عندهم نية أنهم سيتبعون هذا الرسول لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين من فكين يعني تاركين لكفرهم ولضلالهم حتى تأتيهم البينة يعني حتى يظهر ويبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة من هو؟ رسول من الله لهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول من الله أنتبع إلى الكسر رسول سكرت محرف الميم رسول من الله يتلو يعني يقرأ يتلو صحوفا مطهارة يعني آيات القرآن الكريم الصفحات من القرآن الكريم السور والآيات يتلو صحوفا مطهارة يعني قرآن منزح عن النقص منزح عن العيب لأنه من عند الله ليس فيه نقص ليس فيه عيب ليس فيه أي شيء رسول من الله يتلو يتلو صحوفا مطهارة مطهارة بعيدة عن النقص بعيدة عن الدنس بعيدة عن العيب لأن فيها أوامر الله فيها الخير فيها النفع فيها كتوب قيمة فيها كتوب قيمة يعني فيها أخبار أخبار وأحكام وأوامر فيها النفع فيها الفضيلة فيها الأخلاق العالية فيها رضا الله فيها كل ما يوصلنا إلى جنات النعيم فيها كتوب قيمة يعني الآيات القرآنية والثور التي موجودة في القرآن الكريم كلها تدعون إلى رضا الله تدعون إلى الأخلاق تدعون إلى الفضيلة تدعون إلى المحبة إلى المودة وأعظم شيء تدعون إلى توحيد الله والإمام بالله والإمام بالرسل وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من سكتهم بحرف النون لأن هنا تقرأ مين إلا من بعد ما جاءتهم جاءت تأساكنا إلا من بعد ما جاءتهم جاءتهم البينة وما أميروا أنتبئ إلى الضمة أي للهمزة وما أميروا مين مكسورة أيضا وما أميروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما أميروا إلا ليعبدوا الله أنتبئ إلى الفتحة إلا ليعبدوا الله مخلصين مخلصين ليه يقول الفتحة مخلصين له الدين حنافاء يعني يعبدون الله ويصلون ويصومون ويفعلون كل شيء ابتغاء رحمة الله ابتغاء وجه الله طلبا للثواب من الله حنفاء مائلين بعيدين يعني عن الباطل عن الكفر عن الإلحاد عن كل ما يغضب الله وذاهبين إلى رضا الله بتطبيق أوامره لاستماع إلى ما أمر الله عز وجل به ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة هذه هي علامة المؤمن علامة المسلم أنه يقيم الصلاة يؤدي الصلاة يصلي لله عز وجل ما فرضه الله عليه من الصلوات وهي خمسة ويقيم أنتبه إلى كلمة ويقيم ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة يدفعون بعض أموالهم للفقراء والمحتاجين والمساكين نعم وذلك دين القيمة دين الخير دين العظمة دين البركة دين الفضيلة وذلك دين القيمة أتمنى منكم طلابنا نسخ هذه الآيات الكريمة بخط جميل بارك الله بكم وبارك عليكم وأسأل الله يفتح عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته